اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح ثم ذهب الطالب لممارسة الرياضة اليومية لكنه شعر بتعب مفاجئ مما دفعه للعودة الى المنزل والنوم باكرا لعله يتخلص من هذا الاجهاد لكنه لم يتوقع ابدا ان يفارق الحياة بسبب هذه الغفوة اكتشفت العائلة وفات الطالب بعد ان تأخر الى الذهاب الى كلية في اليوم التالي وكان قد نام لمدة 11 ساعة متواصلة لتصدم الام بوفاة ابنها وبعد تشريح الجثة قام الاطباء بتحديد سبب الوفاة الفعلي حيث نمت داخل المكارونا بكتيريا سامة خلال الفترة التي ظلت فيها خارج الثلاجة مما ادى لتعط العمل الكبد فمات خلال نومه وعادة ما تسبب هذه البكتيريا حالات من القيء والاعياء لكن حالة الشاب مختلفة لانه ذهب للنوم بعد فترة قصيرة من تناول المكارونا لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في قناتكم معلومة صح ومشاركة الفيديو انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات